حكيت بما معناه عن الفكر الفردي اللي بيصير التميز بالنسبة له هو كيفية التفرد والاختلاف والفكر الجامعي اللي هو التميز بالنسبة له كيفية الامتثال الزوبان في النحن حكيت شواء عن قتل الأب وقتل الإبن قتل الأب وقتل الغرب اتبع مبدأ قتل الأب قتل الأب يعني مش قتله جسديا طبعا قتله رمزيا يعني الحلول محله إحالته على التقاعد بسن معين وتجاوزه ونقضه ونقضه النقد والنقد والتجاوز كل الاختراعات الراهنة بالغرب قائمة على النقد والتجاوز هذه مثلا على نقد التليفون الأرضي وسائل التواصل الاجتماعي كل قائمة قائمة على نقد التليفزيون والصحافي المكتوبة والتجاوز الطائر النفاس طيران النفاس قائم على نقد ونقد وتجاوز الطيران المروحي وهكذا فالغرب عنده النقد والتجاوز وحتى فكريا وغربيا ليس هناك نظريات ثابتي وأبدي وأزلي مثل الفكر الأصولي نحن عندنا فكر أصولي لا يمس هو الأول والآخر والظاهر والباطن بالغرب ما فيش ظاهر وباطن وفيش أول وآخر فلوا الشعر وبيعملوا نسف لما سبق حضارة ما بعد الحداثة نخ وهون بيصير الاختلاف عن قتل الأبن اللي هو رفض تجاوز رفض التجاوز وتسخير الأبن كأداة لتأزيل الأب عندنا من مجتمعاتنا قيمة الشباب أنه يكونوا بخدمة سلطة الكبار أساسا عندنا ظاهرة تسمية الولد على اسم البقل اسم الجد يعني جده للولد وكأنه هيك كل الجهد هو إرضاء الأكبر إرضاء الأكبر لأنه الأب نفسه هو ابن عصابية ابن طائفة ابن عشيرة عشيرة إتنولوجية عشيرة طائفية عشيرة مذهبية طائفة مذهبية كلنا نحن مجتمعات عصبيات والمجتمع العصبي هو أساس كل المجتمعات يعني أساس التجمع الإنساني هو العصبيات خد البداوي نظرية ابن خلدون نظرية ابن خلدون خد البداوي مثلا البداوي لوحده بالصحراء بيقدرش يعيش بيهلك بدون قبيلي تحميه وتوفره مجال العيش بس هو يخدمها هو يذوب في قبيلته هو من فما أنا إلا من غزيته إن غوط غويته وأن ترشد غزيته أرشدي ها؟ هيدا شعاره يذوب في القبيلة ونحن العصبيات أبناء يذوبون فيها والعصبيات نواتة الزعيم تبعه زعيم زعيم سعد الحبي هيدا الفكر البطريارقي الأبوي أيوان الفكر البطريارقي الأبوي هم زعيم عصبيات يؤله يمثلا ويؤله ويدخل إلى مرتبة العصم والتأذيل والتمجيد والتأذيل بيرفعوا لمرتبة أوليا حتى الجماهير المسحوقة المقهورة تتمثل فيه وتتماهى فيه وبتصير تنتمي إليه وتكتسب شيء من القيمة بالانتماء إليه نعم فهني بقدر ما الزعيم بيخلق قاعدة القاعدة تخلق زعيم طمعا القاعدة تحتاج إلى زعامة بالمجتمع المتخلف زعامة تقودة وهي تتماهى فيها وبيصير عندها مثل هؤلو شباب الظل بحاجة لأنه يتبعوا زعيم لا يكتسبوا قيمة من خلال تماهيهم معه بيكتسبوا قيمة من خلال مثلا شوف جماعة حزب الله أدا بيكتسبوا قيمة من حسن نصر الله ها قول سعد الحريري صار عنده مشكل أدا ما قدر يقدر دور سعد الحريري أدا كانوا السنة بيكتسبوا قيمة من رفيق الحريري تماما مش بس هو كان قوي ما الجدو هذا تقديس الشخصيات تقديس الشخصيات فنحن بالانتخابات ما مننتخب نقدس شخصيات ونرفعها إلى مراتب سامية حتى تكون قادرة على قيادة العصبية إلى موقع قوة